السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد موضوعنا اليوم هو عن مهارة من مهارات أو من مستوى ومهارة من مستويات التفكير التي تحدثنا عنها سابقا نريد أن نراجع بعض المهارات التي أخذناها وهذه المهارات هي مهمة جدا ليستطيع القارئة أن يصل إلى الموضوع المراد فنراجع ما أخذناه في الدرس السابق عندما تكلمنا عن التعريض والتلميح وقلنا أن التعريض فن من فنون القول وهذا الفن هو فن غير مباشر وبالتالي هو يستخرجه القارئ من مضمون الكلام فهو غير مصرح به كما ذكرنا ولذلك التعريض هو أن لا تصرح بمرادك في هذا الكلام إنما تشير إشارة خفية يستطيع القارئ أن يتوصل إلى المعنى وكذلك التلميح أو التلويح كما ذكرناه أيضا هو يشار في فحو الكلام إلى مثل سائر أو شعر نادر أو قصة مشهورة كالقصة التي ذكرناها عن بيت الشعر ذكره أبو العلاء المعري عندما اعترض عليه الشاعر أو الناقد المرتضى وكان مفضلا أي أبو العلاء كان يفضل المتنبي كما ذكرنا أو ما يجري مجرى المثل ولذلك الكاتب أو المتكلم لا يصرح إنما يذكر إشارة خفية أي أنه يلوح للقارئ يعطيه الطرف خيط من الموضوع فيستطيع أن يلتقطه القارئ ويصل إلى المعنى ولذلك ذكرنا عندنا هنا أن هذا التعريض هو من مهارات مستوى الفهم التحليلي أي أن القارئ يحلل هذه السطور يحلل هذا النص ليصل إلى المعنى غير المصرح به الموجود ولذلك ذكرنا أن من المهارات فهم المعاني الضمنية والتعرف على الأفكار والأهداف غير المصرح بها في النص ومن ذلك ما يعرض به الكاتب ويلمح إليه من معاني وأفكار كذلك أخذنا فيما سبق أن القارئ يستطيع أن يحدد مستوى الدقة العلمية أي دقة الكاتب العلمية هناك مؤشرات تعين القارئ ليتوصل إلى هذه الدقة العلمية ذكرنا منها أن يكون النص خاليا من التعميمات الواسعة وذكرنا ألفاظا تدل على مثل هذه التعميمات ذكرنا كذلك أن القارئ يستطيع أن يتعرف على مدى دقة اختيار الكاتب للألفاظ والعبارات التي تدل مباشرة على المعاني ذكرنا أيضا عندما تحدثنا أن الكاتب عندما يكتب بأسلوب علمي ونحن نتكلم عن الدقة العلمية فالمفترض أن تكون هذه العبارات وهذه الألفاظ دالة على المعنى معجميا وسياقيا واصطلاحيا فالمجال ليس مجال خيال ولا صور بيانية ولا غير ذلك من فنون البديع كذلك ذكرنا أن القارئ يستطيع أن يتعرف على مدى توثيق المعلومات والآراء عند هذا الكاتب والتوثيق إذا كان موجودا عند الكاتب بصورة جيدة فهذا يدل على دقته العلمية ولذلك عندما يقرأ القارئ يستطيع أن يعرف أسماء أصحاب هذه الآراء هل نسبها الكاتب إليهم وهل نسبها إلى المصادر الأصيلة في مثل هذا الموضوع كذلك ذكرنا أن القارئ يستطيع أن يميز من أسلوب الكاتب هل هذا الكاتب يناقش هذه الموضوعات والآراء بكل حياد أم أنه متحيز لفئة أو لرأي أو لكاتب آخر أو لعالم آخر فهنا الحياد في عرض الآراء هو من الدقة العلمية التي هي من المفترض أن تكون موجودة عند من يكتب بأسلوب علمي فالقارئ يكتشف أمثال هذه الأشياء ويستطيع أن يحكم على النص إذن القارئ هنا يحكم على النص ولذلك قدرة القارئ على اكتشاف الدقة العلمية وتحديد مستوها هي مهارة من مهارات مستوى الفهم النقدي التي تكلمنا عنها نحن تكلمنا عن مستوى الفهم النقدي وقلنا أنه ما وراء السطور هو أن يقرأ القارئ ويفهم فهما حرفية ثم فهما تحليلية ثم بعد ذلك يستطيع أن يحكم على النص ومن الحكم على النص أن يستطيع القارئ أن يحدد مستوى الدقة العلمية عن طريق المؤشرات التي ذكرناها وذكرنا قبل ذلك أن القارئ يستطيع أن يميز بين الحقيقة والرأي في كتابة هذا الكاتب والتمييز هذا هو أيضا مهارة من مهارات مستوى الفهم النقدي إذا كان القارئ قادرا على التمييز بين الحقائق والآراء وقادر على أن يحدد مستوى الدقة العلمية وقادر على أن يتعرف على مدى حياد الكاتب أو تحييزه لموضوع أو لكاتب معين هنا نقول أن هذا القارئ استطاع أن يكتسب هذه المهارات وهي مهارات مهمة في مستوى الفهم النقدي ولذلك استطاع القارئ أن يكون متمكنا أو قادرا على الفهم النقدي لهذا النص عندنا اليوم سنتكلم عن الكشف عن المغالطات المنطقية والاستنتاجية هذا الأسلوب أو هذه الطريقة موجودة عند الكتاب هو يريد كلاما يريد أن يثبت لك رأيه لكن الطريقة هنا تتم عن طريق المغالطة المنطقية والاستنتاج عندما تستنتج أنت أو عندما هو يستنتج لا يأتي لك بالمعنى صحيحا أو لا يجعل الدليل دالا على المعنى أو الشاهد الذي أورده لا يدل حقيقة ولا يثبت حكما ذلك الحكم الذي هو يريد إثباته ننظر إلى موضوعنا إذا موضوعنا يتحدث عن مسار التفكير أو الاستنتاج نحن إذن نتكلم عن النقد أنت الآن عندما تقرأ القارئ هنا المهارة التي بيده هي مستوى الفهم النقدي هو يريد أن يحكم على تفكير هذا الكاتب إذن تجاوزنا مسألة أنني أصل إلى المعاني بل أصبحت الآن أنا كقارئ أستطيع أن أحكم على تفكير هذا الكاتب وطريقة عرض آرائه فنقول هنا يستطيع القارئ أن يجد في النص ملامح وإشارات تدل على عدم الاتساق في مسار التفكير أي هناك خلل في مسار التفكير أو حتى في الاستنتاج من هذه الملامح أن الكاتب قد يبني النتيجة التي توصل إليها يبنيها على مقدمات قدمها ناقصة أو خاطئة أو مشوشة هذه المقدمات مثال عليها لو أن طالبا قال التخصص السهل بالإمكان الإبداع فيه بكل يسر وسهولة هذه مقدمة طالب يتكلم مع زملائه فيقول إذا اخترت أنا تخصصا سهلا أنا أستطيع أن أبدع فيه بكل يسر وسهولة ثم أتى بمقدمة أخرى فقال هناك تخصصات جامعية سهلة هذه مقدمة أخرى فوصل الطالب إلى النتيجة التي يريد أن يقنع زملائه بها إذن سأقدم على أسهل التخصصات في الجامعة هذه نتيجة ألا هذه النتيجة صحيحة؟ لا لأنها بنيت على مغالطات أولا السهولة هي أمر نسبي تختلف من طالب إلى طالب وتختلف من همة إلى همة فحتى التخصص إذا كان صعبا إذا كان الطالب مقتنعا أن هذا التخصص سيكون نافعا له فإنه سيقرأ ويتعلم وسيكون مبدعا فيه ولذلك لا يعني أن التخصص سهل أنك تستطيع أن تبدع فيه والواقع خير شاهد على هذا وهنا هذا الطالب يريد أن يبرر كسله وإهماله فهو يبحث عن الأسهل ثم يريد أن يدعي أن هذا الأسهل هو الأفضل لأنه بالإمكان الإبداع فيه فأتى بهذه المقدمات وهي مقدمات منطقية عقلية هو يقول أنا لا أتكلم بكلام عاطفي كلام منطقي فوصل إلى هذه النتيجة النتيجة بناها على هذه المقدمات المشوشة الخاطئة ولذلك النتيجة أيضا ستكون مشوشة خاطئة كذلك عندما يأتي شخص مثلا ويقول درجة الحرارة ترتفع خلال الخمسين سنة الماضية وهذا ما يتكلم عنه العالم جميعا أن الدرجات الحرارة والاحتباس الحراري ودرجات الحرارة في تزايد مستمر أتى بمقدمة الثانية فقال في نفس الوقت يعني خلال هذه الخمسين سنة في نفس الوقت انخفضت نسبة الأميين في العالم وهذا واقع مشهود ارتفعت نسبة من يقرأ ويكتب هنا أتى بهذه المقدمة الأولى ثم أتى بهذه المقدمة الثانية ثم وصل إلى نتيجة فقال إذن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو انتشار العلم هل هذا صحيح؟ هذا كلام صحيح أبدا هو بناها على أسلوب منطقي أسلوب عقلي ولذلك قد يغر السامع أو القارئ قد ينغر بهذا الكلام يجد أنه كلام مقنع لكن لا علاقة بين هذه المقدمة والمقدمة الأخرى لا علاقة أبدا بينهما وإن ادعى وجود علاقة كون أن الحرارة ترتفع في هذه المدة وفي هذه الفترة وفي نفس هذه الفترة تنخفض نسبة الأمية لا يعني أنه لاك علاقة بين الأمية ودرجة الحرارة هذه النتيجة التي توصل إليها إذا هي نتيجة بناها على مقدمات خاطئة أو ناقصة أو غير متناسقة ولذلك هو يريد أن يقنعنا بهذا الأسلوب الذي يزعم أنه أسلوب علمي دائما الدعاوى عريضة ليس كل من أتى بكلام ظاهره مرتب ومنطقي أنه صحيح القارئ الناقد ونحن نتكلم في مستوى الفهم النقدي القارئ الناقد هو الذي ينظر إلى الأمور بكل تجرد بدون عاطفة اقرأ النص اقرأ ماذا قال ماذا قدم توصل إلى ماذا هل هذه النتيجة هي مبنية على أسس أما أنها مبنية على نقص وخطأ وربط بين أشياء لا علاقة لبعضها البعض كذلك من الأمور التي يستطيع القارئ أن يتعرف على مسار التفكير الموجود عند الكاتب أن هذا المسار فيه خلل أو أنه قد أجاد أي أن هذا الكاتب قد أجاد طبعا ذكرنا هنا الأمور السلبية فمثلا القارئ يستطيع أن يتعرف في أسلوب الكاتب أن الكاتب استشهد على قضية ما بشاهد لا يدل عليها هو أتى بأمر وأصدر الكاتب أصدر حكما أو قال رأيا وهذا الرأي بناه على شاهد ذكره ثم يحاول أن يقنعنا أن هذا الشاهد يثبت هذا الكلام هذا غير صحيح مثال هذا المثال منتشر عند الناس جميعا فكثير من الناس يفعل أمر خطأ فالناس ينتقدون يعيبون علي هذا الأمر فهو يبرر بماذا؟ هو يقول فعل الناس الناس أكثر الناس يفعلون كذا يفعلون هذا الأمر الذي تعيبون علي فعله فهو يستشهد أي هذا الذي ينتقد يستشهد بشاهد لا يثبت القضية التي أقدم عليها أو فعلها أبدا كثرة الناس لا تدل على الواقع أنه صحيح ولا تدل على أن هذا الفعل الذي فعله هذا الشخص هو فعل صحيح أيضا عندما يأتي شخص أو عندما يأتي القارئ ويقرأ بقراءة متمعنة ناقدة فاحصة فينظر إلى الأفكار وينظر إلى المعاني وينظر إلى الأحكام والآراء الموجودة في كتابة هذا الكاتب ثم ينظر إليها قد يجد أن الكاتب يقارن بين قضية وقضية أخرى لا تشبهها أبدا ويريد أن يجعل هذه القضية مثل الأخرى في حكمها أو في مستواها أو في أهميتها أو في عدم أهميتها وهذا خطأ كمن يأتي طالب يتقن موضوعا في مادة الفيزياء فهمه بطريقة هذا الموضوع الطالب بحث فاستطاع أن يصل إلى طريقة من خلالها يفهم هذا الموضوع بكل وضوح ويكون فهمه عميقا فيأتي هذا الطالب يريد أن يطبق الطريقة التي طبقها في موضوع معين في مادة الفيزياء يريد أن يطبقها في مادة أخرى تختلف مثلا مادة الاجتماعيات طبيعة هذه المادة تختلف عن هذه المادة في مفاهيمها في مصطلحاتها في طريقة دراستها في بنائها العلم كله يبنى بطريقة تختلف كما تكلمنا سابقا فالفيزياء تبنى على التجارب والقوانين والأنظمة هذه المادة الاجتماعية تتحدث عن التاريخ وتتحدث عن الجغرافيا ففيها معلومات وهذه المعلومات تحتاج إلى ربط ومقارنة وحفظ ولذلك الدراسة هنا وفهم هذه المادة تختلف عن فهم هذه المادة ولذلك هذه مثل أن يقال فلان يقيس مع الفارق فهذا قياس مع الفارق عندما تقارن قضية بقضية أخرى بينهما خلاف كبير وتريد أن تقنعنا أن حكم هذه القضية كحكم هذه وأن التعامل مع هذه القضية كالتعامل مع هذه إذن هنا الكاتب عنده مشكلة في مسار تفكيره عنده خلل يقارن أمورا هي بينها اختلافات كبيرة جدا لا تستطيع أن تجعلها في دائرة واحدة حكمها واحد أيضا من المهارات ومن الطرق ومن الدلائل ومن المؤشرات التي يستطيع القارئ من خلالها أن يتعرف على مسار التفكير عند الكاتب أو طرق استنتاجه أن الكاتب ربما يتكلم في فكرة لكنه يخرج منها إلى فكرة أخرى دون رابط واضح دون علاقة واضحة بينهما ولذلك هنا عندنا خلل في الأفكار المفترض في الأفكار الرئيسة والأفكار الجزئية أن يكون هناك ترابط بينها المقال أو الكتاب أو النص لابد أن يكون هناك ترابط بين أفكاره حتى توصل إلى القارئ كان يأتي طالب مثلا يتكلم فيقول التعليم عن بعد حقق مجموعة من الأهداف المرجوة وأتمنى أن أقضي الإجازة القادمة في المدينة المنورة ما العلاقة؟ لا علاقة أبدا لا علاقة أبدا بين الجملة الأولى والجملة الثانية ولذلك هو يتكلم عن فكرة هنا فتركها كلية وانتقل إلى فكرة لا علاقة ولو بعيدة بينهما ولذلك أنت تحكم على هذا الكلام لو كان نصا أن عندنا هنا خلل في مسار سرد الأفكار في مسار طرق ترتيب هذه الأفكار فالكاتب هنا عنده هذه المشكلة إذن أنت حكمت عليه إذن أنت اكتسبت مهارة من مهارات مستوى النقد تكلمنا عن مستوى الفهم النقدي وقلنا أن له مجموعة مهارات وهذه من المهارات المهمة أن تحكم على مسار التفكير أو مسار الاستنتاج عند هذا الكاتب نأخذ مقالا موجودا عندنا هذا المقال لو نقرأه ثم نتأمل هو بعنوان القمر وأعمال العنف قام أحد الأطباء في مدينة ميامي بأمريكا بدراسة علمية أوضحت أن هناك ارتباطا قويا بين اكتمال دورة القمر وأعمال العنف لدى البشر حيث اتضح من التحليلات والإحصائيات البيانية التي قام بها هنا محاولة إقناع ويقول أن هذا الرجل هذا الباحث عنده مجموعة من الإحصائيات ومجموعة من البيانات والإثباتات التي حصل عليها من سجلات الحوادث في المستشفيات ومراكز الشرطة بعد ربط تواريخها بالأيام القمرية اتضح له أن معدلات الجرائم وحالات الانتحار وحوادث السيارات المهلكة مرتبطة باكتمال دورة القمر إذن عندنا مقدمة أولى المقدمة أن عندنا جرائم وهذه الجرائم في تواريخ معينة هي كثيرة مقدمة ثانية أن هذه التواريخ مرتبطة باكتمال دورة القمر أي عندما يكون القمر بدرا أي في الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما أن الأفراد الذين يعانون من عدم الاستقرار النفسي أتى بمقدمة أخرى يريد أن يربطها ويقنعنا كما هو موجود في المقدمة الأولى والاضطرابات النفسية ومرضى ازدواج الشخصية والمسنون أكثر عرضة للتأثر بضوء القمر كما أشارت الدراسة أي الدراسة التي عملها أحد الأطباء إلى أن أكبر نسبة للطلاق والمخاصمات العنيفة في عدة مدن تكون في منتصف الشهر عند اكتمال القمر أخذ الدكتور يبحث عن سبب معقول لهذه الظاهرة وتفسير علمي هنا حاول أن يقنعنا أن الأسلوب هنا هو أسلوب علمي معقول ومقبول لنتائجه فقال إن مياه المحيطات والبحار تتأثر تأثرا ملحوظا بجاذبية القمر في عملية المد والجزر وعليه فإن الجسم جسم الإنسان تشكل المياه في نسبة تزيد على 80% من مكوناته إلى آخره ولا يستبعد إذن أن يتأثر بجاذبية القمر هذا المقال الجزء من المقال هذا يتكلم عن الدراسة هو حديثنا هنا بعد ذا الفقرة الأخرى أراد المترجم يبدو أن يوجه هذا الكلام فيقول ومن هنا نلتمس العلاج النبوي لحل مثل هذه الظاهرة المتمثلة في صيام الأيام البيض من كل شهر قمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فلعل الحكمة من ذلك أن الصيام بما فيه يعمل من امتناء عن تناول الماء يعمل على خفض نسبة الماء إلى آخره طبعا المؤمن والمسلم عندما يصوم الأيام البيض يصومها طاعة لله وطاعة لنبيه الأمور هذه كلها أمور أقاول وتحتاج إلى نظر وتأمل ودراسة وحتى لو قام بها طبيب وحتى ولو أنه جمع إحصاءات وبيانات إلى آخره هنا هو ربط بين أمرين لا علاقة بينهما لا علاقة فعلية كون أن عندنا هذه الجرائم وهذه المشاكل تكون كثيرة في هذا الوقت وهذا الوقت يوافق أنه يكون وقت المد والجزر عندما يؤثر القمر على الأرض وبالتالي هو يتوقع هو يتوقع أنه يؤثر على الجسم ما قال أن هناك لا يستبعد لا يستبعد إذن هو يتوقع لم يستطع أن يختبر ويقيس بالفعل مدى تأثر الجسم بمثل هذا الأمر هو في النهاية بعد أن قدم بهذه المقدمات يتوصل إلى النتيجة ويقول أن القمر هو الذي يجعل هذه الأمور تزيد أي الجرائم والمشاكل ونسبة الطلاق وكذلك تؤثر على المرضى والمزمنون في المرض كذلك والاضطرابات النفسية كله من خلال توهم معين أتى به فالمقدمة التي قدمها لا علاقة لها بالنتيجة إلا أنهما وقعا في وقت واحد المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ثم توصل إلى نتيجة كما تحدثنا قبل ذلك عندما ذكرنا عن الاحتباس الحراري أن خمسين سنة ماضية الحرارة فيها تزيد وأيضا نسبة الأم يتقل فيصل القائل إلى نتيجة يقول أن زيادة التعليم تكون سببا في الحرارة أي نفس هذه المقال أو نفس فكرة هذا المقال وإن قال أنه هناك إحصاءات وهناك بيانات وهناك جداول وإن أتى بأرقام لكنه في النهاية ما أعطانا حكما واضحا هو قال لا يستبعد إذن في النهاية توصل إلى لا نقول حقيقة ولا يعد رأيا قيما رأيا يقوم على حقائق إنما هو رأي له فلا نستطيع أن نبني على هذا الرأي أمرا أو حكما شرعيا ولذلك أنت لا تصوم الأيام البيض لأجل هذه الأمور إنما تصومها لأنك تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كما قلنا أن مسار التفكير أو مسار الاستنتاج قد يعتبره أمور معينة تؤثر على هذا الكلام العلمي ولذلك القارئ عندما يقرأ لا بد أن يكون ناقدا يقرأ بعناية ولن يصل القارئ إلى هذا المستوى أي مستوى الفهم النقدي كما ذكرنا إلا بعد أن يمر بمستوى الفهم الحرفي أولا فيعرف المعاني والأفكار الموجودة ويتعرف عليها ثم ينتقل إلى مستوى الفهم التحليلي التفسيري يفكك الجمل الموجودة والفقارات الموجودة ويستطيع أن يتعرف على الأفكار التي هي موجودة في النص وكذلك يتعرف على الأفكار الضمنية التي لم يصرح بها ثم يأتي بعد ذلك المرحلة الأعلى ألا وهي مستوى الفهم النقدي هنا يستطيع القارئ أن يحكم على هذا النص ويحكم على طريقة تفكير الكاتب عندما سرد مثل هذه المعلومات وأراد أن يثبتها لنا بطروق فالقارئ استطاع أن يكتشف أن هذه الطرق هي طرق غير صحيحة وفقكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد